اهلا بكم استمرار اطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة يثبت تواصل تهريب الصواريخ الايرانية عبر المنافذ في اليمن هذا ما اكده العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي مشددا على ان المجتمع الدولي اصبح يدرك خطورة التدخلات السافرة للنظام الايراني التهديدات والمخاطر الاتية من اليمن جميعها تؤكد يوما بعد اخر صوابية تحرك التحالف العربي لدعم الشرعية في نفس الوقت اجابة على تساؤلات لطالما تم طرحها لماذا كانت عاصفة الحزم ضرورة؟ الصاروخ الايراني الحثي على العاصم الرياض وعلى الرغم من كونه يؤكد تخبط الميليشيات وانها في الرمق الاخير من مغامرتها الا ان الواقع يقول ان المملكة لم تقدم على هذه الخطوة الا لدفاعي عن امنها ويبتالي تخوض معركة الدفاع عن الممرات المائية الدولية نيابة عن العالم الساعات الماضية خصوصا بعد المحاولة الفاشلة الثانية لاستهداف مدينة الرياض كانت فرصة امام المجتمع الدولي للتوقف امام الخطر الذي بات يجسده الدور الايراني في المنطقة واليمن دور بلا شك تخطت به طهران كل الخطوط الحمراء ونقلت به المعركة الى مربع جديد ظهرت من خلاله عدائيتها تجاه دول المنطقة والمملكة تحديدا وهو ما يتطلب تعاطيا مختلفا بالنظر الى ظروف المرحلة وحجم التحديات المقبلة لكن كيف ومتى تتحرك المسئولية الدولية كما ان القرار 2012 جاء ليبقى حبرا على ورق لا شك ان استمرار اطلاق الصواريخ الباليستية يعتبر تصعيد خطير من الجماعة الميليشيا اليرانية المسلحة ويثبت بما لا يدع مجالا للشك استمرار تهريب الاسلحة عن طريق المنافذ الاغاثية واستغلال هذه المنافذ ونقاط الضعف في ادخال الصواريخ الباليستية جميع هذه التجاوزات تتعارض مع القانون الدولي الانساني سواء في اطلاق الصواريخ الباليستية على المدن او في تزويد الميليشيا الحوثية المسلحة بالصواريخ من النظام الايراني باختراق واضح وصريح القرار 2-31 والقرار 2-21-6 ادانات عربية ودولية توالت ردا على الصاروخ الفاشل الذي وجهته ميليشيا الحوثي ذراع ايران اتجاه الرياض واعترضته قوات الدفاع الجوي السعودي ودمرته فالى جانب ادانات الامارات والكويت واليمن ومصر والمغرب وتأكيد وقوفهم الى جانب المملكة اصدر سفراء الدول مجموعة التسعة عشر الداعمة لليمن والمؤلفة من الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الامن وسفراء الدول الخليج العربي باستثناء قطر اصدروا بيانا اكدوا في ان اطلاق ميليشيا الحوثي الصاروخ الباليستي الاخير يشكل عقبة خطيرة امام الحل السلمي لانهاء الازمة الانسانية في اليمن وفي اطار سعي الولايات المتحدة لمواجهة ارهاب ايران وبتر اذرعها الارهابية في الشرق الاوسط والعالم جاء في بيانا الخارجية الامريكية ان واشنطن منزعجة ازاء الاعمال الحوثية العدوانية التي تدعمها ايران في تقديم اسلحة متطورة السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة نيكي هيلي من جانبها اكدت ان الصاروخ الحوثي الاخير يحمل بصمات هجمات سابقة استخدمت فيها اسلحة ايرانية جاءت هذه المناقشة في الوقت الصحيح ان الولايات المتحدة لا تزال تعليق التزامها بالاتفاق نووي مع ايران ويجب على المجتمع الدولي ان يطالب بالتطبيق الكامل للقرار الدولي رقم 2231 ردا على انتهاكات ايران الخطيرة كما طالب السفير البريطاني لدى مجلس الامن بتطبيق قرارات الامم المتحدة ومنع انتهاكات ميليشيا الحوثي وممولتها ايران ادعو جميع الدول في المنطقة لفعل كل ما بوسعهم لتطبيق قرارات الامم المتحدة نشعر بقلق كبير حول التقارير التي تفيد بان ايران تزود الحوثيين بالصواريخ الباليستية وندعم بشكل كبير اجراء تحقيقات من قبل الامم المتحدة لمعرفة مصدر هذه الاسلحة وكانت هيلي شددت في وقت سابق على ان المملكة دولة من مجموعة العشرين وعلى المجتمع الدولي ان يتحرك لمواجهة انتهاكات ايران بحقها ورغم كل هذه الادانات لا يعرف الى متى سيقف العالم موقف المتفارج من انتهاكات ايران واذرعها للقوانين الدولية والقرارات الاممية ما يثير التساؤلات بشأن بقائها حبرا على ورق بينما تبقى المملكة تدافع عن امنها واستقرارها وتخوض معركة الدفاع عن الممرات المائية الدولية نيابة عن العالم والمفارقة ان الدولة الاولى الرعية للارهاب في العالم يعيش 18 مليون من مواطنيها تحت خط الفقر في الوقت الذي اعلنت رفع مخصصات الحرس الثوري في ميزانية العام الجديد الى 7 مليارات و600 مليون دولار مقارنة ب4 مليارات دولار في الموازنة السابقة فاين المسئولية الدولية اذا اتجاه تسخير طهران مخصصات علنية للتخريب والارهاب لبرنامج هنا الرياض بسنت محمد والنقاش في ملفنا الاول لهذه الحلقة من هنا الرياض عن مخاطر ايران وذراعها الحوثي في اليمن بعد اطلاق الصاروخ الباريستي تجاه الرياض ينضم الينا في الاستوديو الدكتور هشام الغنام الباحث السياسي في جامعة اكسترال بريطانية ومن المنام السياسي البحريني وعضو مجلس النواب جمال ابو حسن كما ينضم معنا من باريس استاذ علاقات دولية في جامعة باريس الدكتور خطار ابو دياب مساء الخير جميعا ضيوفنا الكرام أبدأ معك دكتور هشام بعد الترحيب بك يعني باستداف الرياض للمرة الثانية من قبل جماعة الحوثي يعني كيف تصف هذه الخطوة من قبل الحوثين البعض يصف بأنها انتحارية قد تعود يعني أو ترتد على الجماعة الحوثية التي أصبحت لا تشكل تهديد فقط لداخل اليمني والمملكة بل للمنطقة بشكل عام بداية مساء الخير هو الحقيقة أن الحوثي أنا بتكلم عن ردة الفعل السعودية الحوثي يعلم أن المملكة دولة عاقلة ويعلم أن المملكة حريصة على حياة المدنيين وإلا كانوا منذ بداية هذه الحرب كانت مملكة أنهت الموضوع وقصفت صنعها وانتهى الموضوع لكن مملكة كانت حريصة على حياة اليمنين أكثر من الحوثي نفسه الحوثي الآن يحاول أن يغير يعني هذا الصاروخ ليأس الآن هو يحاول تغيير مسار الحرب أن الحرب إذا استمرت على ما هي عليه هي تنتهي بخسارته هذا مسار الحرب خاصة بعد ما حدث بينه وبين علي عبدالله الصالح مؤخرا فاستمرار الحوثي بهذه الطريقة يعني هو يعلم أنه يحارب دولة تلتزم بالقانون الدولي وفي نفس الوقت هو ميليشيا يعني لا التزام لديها بأي قانون يعني ويعمل كبروكسي وكوكيل لدولة أخرى يعني تحاول التغول وسيطرة واستخدامه كورقة ضغط على السعودية هذا من الجهة من الجهة الأخرى هذا كان متوقع يعني يعني الحوثي يقضف بكل ما لديه يعني سواء هذه الترسانة التي سوى طورت داخل اليمن أم أتت من إيران أم أتت يعني بتدريب بعض وكلاء إيران آخرين في المنطقة من لبنان ومساعدة الحوثي في تطوير هذه المنظومة التي يديه الحقيقة أنا أعتقد أهم يعني ما يجب أن يركز عليه أن الحقيقة أن المملكة كانت محقة منذ البداية يعني دائما المحاججة والسردية الناراتف اللي يساق ضد المملكة أن الحرب لم تكن ضرورية المملكة كان بإمكانها أن كان هناك خيارا آخر والحقيقة يعني الأيام تثبت أن خيار حرب كان خيارا حكيما يعني هو لا يوجد حرب بلا خسائر وبلا آلام وبلا معاسي يعني لا ما في شك في ذلك لكن للأسف هي آخر خيار لديك والحق المملكة حاولت يعني حاولت حتى قبل بداية الحرب يعني أرسأت الكثير من الرسائل للحوثي أنه بإمكان الحوثي أن يكون فصيلا سياسيا في اليمن ضمن فصائل أخرى لكن طبعا الحوثي كان يريد التركها كاملة ويريد سيطرة كاملة على اليمن ماذا ستكون النتيجة هنا وترك الحوثي الحقيقة الحوثي سيسيطر على إجزام اليمن لأنه يتمكن من السيطرة كاملة على اليمن سيكون عندنا آلاف الميليشيات مزرعة وبيع خاصبة للإرهاب وللقتل على حدود المملكة خصوصا مع انتشار السلاح في اليمن وعشر ملايين لاجئ على الأقل يندفعون نحو الحدود السعودية يعني هذا السيناريو المرعب الحقيقي هو الذي كان بديل عن الحرب ومن جهة أخرى المملكة ملتزمة بالحفاظ على حدودها لا تستطيع فعل أي شيء آخر حتى المملكة امتنعت حتى من دفع قوات شرعية إلى مطار صنعاء رغبة في حفظ دماء اليمنيين وعدم المخاطرة بأي شيء رغم الضغط الدولي على المملكة لو كانت دولة أخرى غير المملكة لحاوة الحسن بأي طريقة حتى لو كانت حساب مدينة اليمنيين لكن لم تفعل ذلك لأنها تعلم أن اليمن سيبقى جارة لها لا يمكن تغير الجغرافية والتاريخ اليمنيين أشقانا ودائما يرسل رسالة للحوثي بالإمكان قبول كفصيل سياسي لكن هذه المليشية التي بعت نفسها لإيران وبعت نفسها لهذه الدولة التي لا تهتم لا بليمن ولا لبنان ولا العراق ولا سوريا رأينا تصرفات هذا النظام الرجعي الطائفي المتخلف الذي يحاول تصوير نفسك على نظام تقدمي وكأنه نظام يناهض الإمبرالية هو الحقيقة خنجر لطعن هذه المنطقة لطعن الدول العربية ولا يمكن السكوت عليها الحقيقة ولا بد من مواجهة وكلاء في المنطقة أنا ودي أرد على نقطة ثانية مهمة قبل أن تذهب إلى ضيفك نضعها في محور قادم لكن أريد تعليق أستاذ جمال أبو حسن ضيفنا من المنامة حول هذا الصاروخ اليأس الذي وصفه الدكتور هجام بأنه يأس يؤكد صوابية موقف المملكة صوابية قرار المملكة بداية بتشكيل هذا التحالف لدعم الشرعية باليمن الذي جاء أيضا بناء على طلب من الرئيس عبد الربو منصر هادي وللحفاظ على أمن المملكة وأمن المنطقة الآن كيف تنظر إلى يعني هذا التحرك من قبل المجتمع الدولي انطلاقا من تصريحات مندوبة الولايات المتحدة نيكي هيلي التي أكدت أن بلادها ستبحث قريبا عدة خيارات فيما يتعلق بالتعامل مع إيران التي هي الممولة الأول جماعة الحوثي طبعا أمسي عليك بالخير أمسي على الظيوف الكرام وعلى مشاهدي قناة الإخبارية بالخير طبعا ما لا شك فيه بأن المجتمع الدولي متقاعس مع إيران ومع التصرفات الإيرانية ومع الانتهاكات الإيرانية في المنطقة ما قامت به عصابات الحوثي الإجرامية من أطلاق صاروخين على الرياض وبلغ عدد الصواريخ التي أطلقها هؤلاء المجرمون على المملكة العربية السعودية 83 صاروخ والمملكة العربية السعودية تواجه هذه الميليشيات الإرهابية نيابة عن دول العالم حماية المياه الإقليمية حماية الممرات المائية كل هذه المملكة العربية السعودية تتحمل وحدها تبعات هذه الممارسات الإيرانية ومن خلفها وفي الأمام العصابة الإرهابية الحوثية في اليمن فبالتالي يعتقد بأن على المجتمع الدولي اتخاذ خطوة إيجابية في حماية المنطقة وحماية المملكة العربية السعودية من الخطر الإيراني لأن إيران تريد جر المنطقة إلى حرب والمنطقة إذا جرت إلى الحرب معناها تهديد للأمن العالمي والسلم الأهلي في العالم نظراً لحساسية وخطورة وأهمية هذه المنطقة بالنسبة للعالم فأعتقد على المجتمع الدولي التحرك وخصوصاً بأن هناك قرارين دوليين يجب تفعيل هذه القرارات الدولية لمن حدوث أي لقدر الله حرب مستقبلية كبيرة تكون وبال على المنطقة وبالتالي وبالعالم أجمع من وجهة نظري على المجتمع الدولي التحرك وعلى وجه السرعة نحن لا ننتظر وقوع الحرب لكي نتحرك لا يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بصورة أسرع وبوتيرة أسرع لكي يمنع ويضح حد للممارسات الإيرانية في المنطقة بيد الحوثي نعم طيب دكتور خطار أبو دياب يعني تقاعس المجتمع الدولي الذي أشار له السادة جمال هل سيستمر هذا التقاعس برأيك؟ يعني دعنا نعود إلى تصريحات نيكي هيلي ونضيف إليها أيضاً مثلاً عن سبيل المثال هي تصريحات منتتابعة من الولايات المتحدة يعني تصريحات ماكماستر فيما يتعلق بالحرس الثوري الإيراني وزير الدفاع الأمريكي بعد ذلك يعني هذا التحرك الأمريكي وهذه التصريحات الأمريكية كيف يمكن أن نضعها فيما يتعلق بضرورة لجم إيران عن التدخل في شؤون المنطقة وعن إمداد الحوثي بهذه الصواريخ التي تستهدف أمن المملكة وأمن المنطقة بشكل عام تحياتي لكم وللفريق العامل للمحاورين الكرام أعلى بك ولكل من يشاهدنا بالطبع نحن أمام سابقة من تحدي الإرادة الدولية من قبل مجموعة من قبل الوكيل لدولة إقليمية هي إيران اعتداء موصوف بعد اعتداء الرابع من نوفمبر اعتداء آخر على عاصمة المملكة العربية السعودية استهداف مباشر للأمن الوطني السعودي للأمن القوم الخليجي والعربي من منصة تريد إيران استخدامها وهذا التحدي لا يطال فقط المنطقة ويطال المملكة بل يطال أيضا واشنطن لأن هذا الصاروخ أتى بعد يوم على أعلان الرئيس ترامب استراتيجية الأمن القومي وفيها اعتبر إيران آفة وفرض عقوبات على الحرس الثوري يأتي بعد أيام على إثبتات قدمتها السيدة المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة حول المصدر الإيراني للصواريخ وحول مسؤولية إيران صحيح الآن يتوجب الانتقال إلى الأفعال المجتمع الدولي الذي يزرف بعض المرات دموع التمسيح وأعني ما أقول على مأساة إنسانية في اليمن الذي يعد من أكثر البلدان العربية فقرا وهذا ليس للتحالف علاقة به بل مسألة مزمنة نتيجة فشل الدولة ونتيجة الكثير من الحروب منذ فترة طويلة والكثير من النزاعات بدل ذلك ليس هناك من جهد لاحترام تطبيق 2216 حتى تحت عنوان المساعدات الإنسانية يتم إدخال هذه الصواريخ وهذه المعدات ويتم إذن دعم هذا الفريق الذي يرفض الحل السياسي الذي يرفض الجلوس على الطاولة الذي أتى وحتل صنعاء في سبتمبر 2014 الذي يسعى دوما لقلب المقييس ليس من الصدفة أن تضرب الرياض بعد أعلان الجنرال الجعفري قائد الحرس الثوري بأن النصر قريب في اليمن منذ فترة تحدوا أيضا على صعيد إرسال صاروخ كروز نحو الخليج هم تحدوا مرة سفينة سعودية ومرة أخرى سفينة إماراتية حاولوا ويحاولون تعطيل الملاحة الدولية المملكة والتحالف العربي تنوب عن العالم في حماية الممرات في حماية التجارة الدولية الكلام الأمريكي جيد لكن يجب أن يطبعه أفعال يجب أن يتكلم مجلس الأمن ويقول الحقيقة ويدين إيران بشكل واضح لأنها وراء هذا التحريك هذا التغول الإيراني الذي أتى بعد الاتفاق النووي وإرادة إيران فرض هيمنتها على الإقليم الوزير الفرنسي لودريون تكلم عن خطورة هذه الهيمنة الكل الآن عليه أن يصيقض أن لعبة الصواريخ الباليستية لعبة خطرة أن هذا التهديد الباليستي يمكن أن يطال مناطق أخرى ولا يمكن أن يبقى من دون رد ولذلك أتى الآن أو دقة ساعة الرد الدولي الواقعي وليس حتى الآن كما هو الرد الكلامي الذي لا يعطي نتائج ملموسة جميل دكتور هشام المجتمع الدولي كما أشار الدكتور خطار هو يذرف دموع التمسيح فيما يتعلق بالوضاع الإنسانية في اليمن الأمم المتحدة تصر ومعها بعض المؤسسات والجهات يعني غير مأمونة الهوى السياسي تحديدا على أن تحصل المشكلة اليمنية بالمسألة الإنسانية الإغاثية والوضاع الإنسانية في اليمن التي أساسها أو أساس هذه المؤسسات هو جماعة الحوثي ولا تبحث عن أساس هذه المشكلة بل تحاول أن تتصيد بعض النقاط التي ليست في صالح الشعب اليمني في الأخير تتعلق بالتحالف العربي الذي أتى نصرة للشعب اليمني هو المجتمع الدولي أنا أعتقد لا يجب مداية الحرب لا يجب التعويل كثيرا عليه حتى للأسف بعض حلفاء المملكة في الغرب لا يجب التعويل عليه كثيرا لأنهم يعتقدون أن المملكة دولة ثرية وقادرة على الاستمرار في هذا الموضوع لفترة طويلة وأنه لا حاجة لملحها إلى فعل شيء الإتراضات هي تأتي من منظمات غير حكومية غالبا وبعضها كما تفضلت وذكرت لها ارتباطات للأسف مع دول معادية للمملكة بدون ذكر أسامي هذه الدول ولا هذه الارتباطات التي واضحة وباتت واضحة للناس هو الحقيقة يعني رغم أن الحوثي يشكل خطرا على الممرات المائية الدولية ورغم أنه يشكل خطرا على التجارة العالمية يعني ليس فقط على اليمان يعني خطر الحوثي ممتد يعني ورغم أنه استثمار بات الآن استثمار كبير لإيران قبل ذلك لم تكن إيران تعول كثيرا على الحوثي ترى قبل دخوله إلى صناعة لكي عندما رأى ذلك استثمرت فيه بقوة حتى فاقت فاقت أمالها في الحوثي أمالها في بعض حركاتها التي تدعمها في ريال الخصيب وهو الحقيقة يعني أنا أعتقد أنه لا يجب يعني لا يجب أن نتوقع أي شيء من المجتمع الدولي الموضوع هذا في يدنا بالتحديد يعني حتى الدعم الدولي لنا مددات الحرب كان limited bank of targets كان بنك للأهداف وكان محدودا حتى ولم يكن حتى دقيقا سياسة الصبر مهمة يعني يجب أن نفهم أن إطالة المسألة ليست ضد المملكة بل هي ضد الحوثي سياسة الصبر المملكة سايرة في الطريق الصحيح والحوثي هو من يخسر مرور الوقت وليس العكس يعني تصوير أن الإطالة تعمد الحرب أنه ضد مصالح السعودية هذا غير صحيح السعودية أهمها أن لا يكون هناك كلفة إنسانية كبرى ولا ضحايا بين المدنيين صحيح مهما تطلب ذلك مهما تطلب ذلك من صبر مهما تطلب ذلك من صبر وعدم اقتحام صنعاء يعني اقتحاما قد يؤدي إلى ضرر بالمدنيين هذا هو هدف السعودية الرئيسي وداما السعودية تطرح تقول الحل سياسي لكن طبعا حركة مثل هذه يعني عقائدية ترتبط بالنظام متخلف كهانوتي تعتقد أنها إذا استخدمها نظام إيراني استخدم العرب لقتال العرب أن هذا سيكون مفيد لها ومفيد للمنطقة هي هذه حركة مصيرها للزوال لا اليمنيين يريدونها ولا أحد في العالم يريدها ما عدا الكفير للإيراني حتى اليمنيين كانوا ممكن أن يقبلوا بجماعة الحوثي كفصيل سياسي له ما له وعليه هذا انتهى بعد الذي حدث لصالح انتهى بعد الذي حدث لصالح حتى رأينا ناسا كانوا منذ بداية الحرب ضد المملكة هي الحقيقة صار فيه تغير كامل في مواقفهم هذه الحركة أثبتة لا صديقة لها لا صديقة لها ما عدا من يحرضها على فعل ما تفعلها الحقيقة يعني دائما أنت تضع أهداف دائما في أي حرف في العالم حتى دول عظمية تضع أهداف لأي حرب الأساس أنك تحقق يعني تحقق على أقل ما يحمي حدودك وهذا ما حدث يعني يعني هو ليس ليس أنك تحقق كل أهدافك مو صحيح يعني لا يوجد دولة تدخل حرب وترسم أهدافها وتحققها بالتحديد لا هو الهدف أنك أنت تحمي حدودك وهذا ما حدث الحقيقة يعني وأنك حصرتها حصرت هذه الحركة المجرمة بعدما كانت سيطر تقريبا على غالب اليمن حصرتها في منطقة صغيرة يعني والوقت ليس في صالحة بل في صالح هذا التحارف العربي ناشك صد جمال أبو حسن يعني التعامل الدولي مع هذه الميليشيات الانقلابية في اليمن يعني في واقعه يضفي عليها الشرعية وكانه يضفي على هذه الجماعة الانقلابية الشرعية التي بالأساس نزعها منها القرار 2216 يعني هل برأيك أن ذلك يعني الهدف منه أو يعني دعنا نقول ما ينمعا هو عدم أعطاء الفرصة للمملكة لإغلاق هذا الملف ملف اليمن في جنوب المملكة لتلتفت ومعها دول أخرى في الإقليم لملفات أخرى في المنطقة إيران أيضا لها أذرع فيها وبالتالي يعني ربما هذا الأمر لا يروق لبعض القوى الإقليمية تحديدا إيران وغيرها وكذلك بعض ربما القوى الدولية طبعا يجب أن نفهم يعني أمر مهم جدا وهو لا يمكننا التعويل على المجتمع الدولي ولا على القرارات الدولية أثبت لنا التاريخ بأن المجتمع الدولي غير فاعل في معظم الحروب ومعظم الأزمات التي حصلت في العالم يعني المجتمع الدولي لم يكن له أي مبادرة إيجابية مع أي دولة أو في أي أزمة فبالتالي علينا مثل ما تفضل الأخ هشام وقال علينا الاعتماد على نفسنا في حل أزماتنا وفي حل مشاكلنا المجتمع الدولي أعتقد بأن المجتمع الدولي بطيء في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المهمة في أي قضية كملحة كانت يعني الوضع الآن في اليمن وضع إنساني خطير هناك استنزاف للثروات واستنزاف للأنفس هناك تهديد للممرات المائية والتجارة الدولية ماذا فعل المجتمع الدولي لحماية هذه الممرات وهذه التجارة المنطقة منطقة الخليج منطقة مهمة جدا للعالم منطقة فيها ثلاث أرباع الطاقة التي تزود العالم أي حرب في المنطقة ستجر العالم كله إلى أزمة خطيرة جدا ماذا فعل المجتمع الدولي في اعتقادي بأن إشغال المملكة العربية السعودية بقضية اليمن أو الحرب في اليمن هو لصدها عن يعني إنقاذ سوريا أو الشعب السوري وعدم الالتفات إلى العراق وعدم الالتفات إلى لبنان ولكن أعتقد بأن المملكة العربية السعودية هي أكبر من ذلك ولديها رؤية ولديها خطوات إيجابية في جميع القضايا وفي جميع الأمور التي تهم الأمة العربية والأمن القومي العربي فبالتالي المملكة العربية السعودية حسب ما نراه يعني تحملت الكثير وفي سبيل رد الصدع في الدول العربية وحماية الأمن القومي العربي دكتور خطار يعني دعنا نبقى في نفس السياق يعني البعض يقول أن هنا هناك إرادة دولية واضحة المعالم هي لا تريد نزع الشوكة الإيرانية الحوثية من خاصرة اليمن ومن ثم المملكة رغم أن في القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن هل تذهب مع هذا الاتجاه دكتور خطار يعني من المستفيد من تصاعد هذه المخاطر الحوثية الإيرانية على المملكة وعلى المنطقة بشكل عام نعم هناك ابتزاز المملكة هذا الابتزاز واضح المعالم لأن هذه الدول التي تصر بعض المرات على المسائل الإنسانية تتناسى خطورة ما تفعل إيران عبر دعم هذه المنصة اليمنية ضد المملكة العربية السعودية وضد أمن منطقة الخليج وضد الأمن العربي بشكل عام أظن أن هناك نوع من تراخي مقصود وكأن الهدف كما قال الأستاذ جمال هو أن تنشغل المملكة عن لعب دورها القومي من سوريا إلى العراق إلى لبنان إلى أماكن أخرى وهذا هو المطلوب ومن هنا هذا التحالف العربي قام بدور مهم في حماية حدود المملكة في منع الحوثي من التمدد داخل أراضي اليمن ويمكن له في فترة قريبة أن يحقق إنجازات الأهم أن هذه الحرب وكأنها الهدف منها هو إكمال طوق معين بدأ منذ حرب العراق في العام 2003 واستمر صعودا والآن مع صفة العزم ومع كل ما يجري هناك في النهاية رد متماسك ورد عملاني وهناك تنمية داخلية هناك إصلاحات هناك تحدي على كل المستويات وبرأيي هذا هو الأهم أي من أراد لليمن أن يكون شوكة أن يكون منصة هو سيكون المحفز من أجل استمرار المملكة ومن أجل قدرتها على الدفاع عن كل القضايا القومية وعلى عدم القدرة على إلهائها أو حشرها في الموضوع اليمني جميل دكتور هشام دكتور خطار أشار لنقطة مهمة جدا المملكة وهي تحارب على كل الجبهات التنمية في الداخل ومحاربة الفساد دعم الشرعية في اليمن وقيادة التحالف محاربة الإرهاب يعني بالأمس خلال ساعات بسيطة فقط المملكة تتصدى ودفاعات الجوية السعودية تتصدى لهذا الصاروخ الباليستي الحوثي مجلس الوزراء يقر أكبر ميزانية بتاريخ المملكة قوات الأمن في المنطقة الشرقية تداهم موكرا للإرهابية أن هناك المملكة تعمل على كل الجهات ولا يضرها مثل هذا الاستفزاز الذي يذشر له الدكتور خطار وصلا هذا جزء من حربك مع إيران هو هذا الذي تفعله المملكة تقوية الجبهة الداخلية إنشاء تحلفات جديدة دعم حلفائك أن يكون الدعم المادي مربوطا بمقابل سياسي هذه تغيرات كبيرة في سياسة المملكة تقوية جيشك في 2009 تعدل الأخطاء التي حدثت المناورات التي حدثت رعد الشمال حربك مع الحوثيين أيضا تطورت قدرات جيشك لا يمكن أن تطور جيش في العالم بدون خفض حربها حقية هذه من مكاسب الحرب وأننا لا نريدها لكنها فرضت علينا هي حرب ضرورة ليس ليس تكون خيارا والأسف باتت مواجهة إيران الآن معادلة صفرية بينها وبين المملكة هناك طريقتين لمواجهة إيران إما مواجهتها مباشرة أو مواجهة وكلاء في المنطقة طبعا أنا سمع دائما من المعسكر ومعادي لماذا لا تتجه السعودية لحرب إيران مباشرة إيران لم تحارب منها مباشرة إيران تستخدم وكلاء في المنطقة السعودية عندما يукال لماذا عندما يتلامس السعودية على عدم استخدام وكلاء في المنطقة حقيقlvain هذا أنا سأخطي بعض محلل السعوديين يعني لا يريد إجابها هذا السؤال لم تدعم هناك ميليشيات مسلحة في أي بلد حولها وهي قادرة وهي قادرة ولم تحاول أن تعبث بسياسته الداخلية يعني هذا مصدر فخر وأتزاز المملكة وليس العكس شكرا لك دكتور هشام وتتفضل بالبقاء معنا مشكورا مع ضيفين الكريمين من المنامة ومن بريس الحديث في محورنا القادم ونتابع فيه هنا الرياض بعد الفاصل